أجرى الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك للاطلاع على مسجدات لوضع الاقتصادية والخدمية وفي المقدمة المتغيرة المتعلقة بتقلب تسعار الصرف والسلع الأساسية والجهود الحكومية لتسريع إنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي واستمع الرئيس العليمي من رئيس الوزراء إلى يحط حول الإجراءات المتخذة لتعزيز موقف العملة الوطنية وردع المضاربين بالعملات والرقابة على أسعار الخدمات والسلع الأساسية والتدابير الحماية للمنتجات والصناعة المحلية كما استمع الرئيس إلى إجاز حول التدابير المتعلقة بتحسين كفاءة أدام محطات التوليد والحد من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وضمان استمرار تدفق الوقود اللازم لمحافظتي حضرموت مارب لتشغيل المحطات الحكومية ترجمة نانسي قنقر